موضوع الحسابات الوقفية انتشر في الحقيقة في التويتر الأخيرة يعني بعض الناس قد يكون لهم توفى أب ولا أم ويفتح حساب في تويتر ويغرد من هذا الحساب بأذكار وإقراني وأشياء مفيدة ثم يكتب أنه حساب وقفي لفلان هل هذا يمكن يكون وقف؟ الحمد لله رب العالمين واصله وسلم عمين محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين وما بعد الأصل في الوقف أنه عين تحبس ويسبل نفعها وإذلك يعرف الفقهاء الوقف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفع فلابد أن يوجد أصل وتوجد منفعها ناتجة عنه سواء كان ذلك عين دار مثلا أرض سيارة عقار منقول كله يدخل في ما يجري وقفه اختلف الفقهاء رحمه الله في مسأة وقف المنافع وهو وقف منفعة ليست أصلا موقوفا لعل هذا النوع من الحسابات الوقفية يندرش تحت ما يعرف بوقف المنافع لأنه ما ينتج عن هذا الوقف هذا الحساب من منفعة يكون لمن نوي له من أب أو أم أو حبيب صرف أجر ما يصدر عن هذا الحساب له فلا أرى في ذلك حرجا من حيث الأصل ولكن ينبغي أن نعرف أن الميت إنما ينتفع في الأصل بعمله كما قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه قال تعالى ولا تزر وزرة وزره أخرى وكما قال وأن ليس الإنسان إلا مسع ذك في المؤاخذة وهذا في الأجر وإهداء الثواب للميت سواء كان ذلك بتسبيح أو تحميد وقراءة قرآن أو صدقها كلهم مما يصل نفعه إلى الميت لكن أنفع ما يكون مما يوصل إلى الأموات أمران الأمر الأول قضاء ما ثبت في ذممهم من حقوق كديون اشتغلت بها ذممهم هذا أولا ثانيا الدعاء لهم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية هو علم ينتفع به وولد صالح يدعو له والأولان الصدقة الجارية الأصل فيها أن تكون من عمله وكذلك العلم الذي ينتفع به الأصل أن يكون من عمله لكن لو أن أحدا أوقف عينا وأجرى نفعها لفلان فإنه يصل وكذلك لو علم علما أو كل من يعلم علما وجعل ثواب هذا لفلان فإنه يصل إليه لكن الذي لا شك في وصوله لا خلاف بين العلماء في وصول نفعه إلى الأموات هو ما يتعلق بالدعاء وكذلك قضاء الحقوق الواجبة فهذا لا خلاف في وصول ثوابه إلى الأموات لهذا أوصي إخواني الذين يتحمسون سواء جمع أموال للأموات أو يقاف حسابات للتذكير بدعاء أو ذكر أو آيات قرآنية وما شبه ذلك أن يتنبهوا إلى أن أنفع من هذا هو الدعاء الذي أنفع الذي هو أنفع وأكبر خيرا للميت أن يدعو له أن لا يغفل عنه سالله تعالى أن يغفل لنا ولموتى المسلمين ترجمة نانسي قنقر